السلام عليكم 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 أنه لأنه قوله قولاً قوله 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 وبعد ذكر الطرف الثاني بالا فحرم النظر في الأدلة يعني كأنه مش فقط قال بكفاية التقليد بل حرم النظر في الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار في ذنبه علم الكلام والطرف الثاني قال بأنه إيمان كل أحد لازم يكون منبني على معرفة الأدلة اللي هو يشبه قول الإمام الثانوسة وهذا القول نصب لأبي إسحاق الإسفراين لازم من معرفة الأدلة اللي في علم الكلام وقال الإمام الغزالة والقول الوسط قال أسرف الطائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة كلام الشيخ الغزالة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة من المتكلمين ويقولنا ابن حجر كلام طويل جدا في الموضوع ده يقولنا حتى ذكر أن بعضا أنكر وجوب المعرفة أصلا وقال إنها حاصلة بالأصل الفطرة يعني أنكر أنه أول واجب يعني خالف الجمهوري أو يشبه أنه خالف الإجماع إشنا قلنا أجمعه على أن أول واجب على المكلف هو إيه هو المعرفة وأن النظر هو أول واجب وسيلة في أول واجب مقصد وأول واجب إيه فصار نسى في الكلام ده كله قال المعرفة ليست بواجبة أصلا لأنها حاصلة بأصل الفطرة كل مولود إيه وأطال ابن حجر الرد على الأقوال وبين المرد بالفطرة ولكن في موضعه سوف يشرح إن شاء الله يعني قال الجماعة السلفية الآن متمسكين بحديث كل مولود يولد على الفطرة يقول ده نجيب الأدلة والعالم الحادث يقول له يأخذ ده موجود ومركوز في فطر الناس حتى الأعراب لما قال القياسات دي كلها عنده موجودة البعرة تدل على الإيه أنتوا يلي جبتوا جديد وحديث إيه كل مولود يولد على إيه الفطرة الفطرة المشكلة جات منين عند الجماعة ذولة أنهم فسروا الفطرة عني بالتوحيد أو بالإسلام يعني كل واحد يولد موحد لا إله إلا الله محمد رسول مش كده فأبواه المشكلة مين الأبوين ده الرب ناخده مش كده إنهم يهوذانه أو ايه أو أو يمجسانه يعني الإشكال كله في البيئة أو في الأباء والتربية يمكن كده إيه أصبح الجماعة السلفية ده تنتصروا على الأزهر الشريف وهو يقول لك خلاص كل أدلتكم دي ملاش معنى لأنه كل واحد مولود على إيه الفطرة عن التوحيد لكن لما نجيناه هما ما جاروش كلام ابن حجر لو قرأوا كلام ابن حجر حيغيروا إيه النظرة بتاعتهم ابن حجر يعني مثلا لما نجيب الآية القرآنية في سلط النحن حتى تعارض مع الحديث الحديث بيقول لك كل مولود مولود على التوحيد مش كده والله أخرجكم من بضون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا يعرف توحيد ولا تسليس ولا شرك ولا بوذية ولا مجوسية ولا حاجة فقفين يبقى إذن الإشكالية في تفسير المراد بالفطرة اللي نوجد في حديث أبي هريرة في صهر البخارج اقرأوا لما فسر أنه وسلم الفطرة فسرها بالآية فطرة الله التي فضل الناس عليها لا تبديل ذلك الدين القير يعني الفطرة هي الإسلام يعني معنا كده كل مولود يولد مسلم يبقى إذن داع وجوب المعرفة ووجوب النظر وكله عشان يصل إلى الإيمان اللي هو هو وجود يجب أن تحصيل إيه؟ حاصل ولذلك ذكر ابن حجر على ما أظن أنه في الفطرة ستة أقوال المراد بها إيه؟ يعني مولود على الفطرة ما هي الفطرة؟ قال الفطرة المراد بها التهيئ المراد بها العلم المراد بها الاستعداد يعني هو صالح المراد بها فطرة أبوي أقوال كثيرة في المراد بالفطرة هم الكيف تتعارض هذه الأقوال مع الحديث الشريف طبعا فيه إيه؟ حل المشكلة دي بيه بأنه فيه الميثاق الميثاق الأول والميثاق الثاني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم واشهادهم على أنفسهم ده الميثاق العهد الأول اللي هو أخذ فيه عالم الدر فكل مولود يولد على هذا الميثاق أو ده اللي هي الفطرة ده وبعدين إيه اللي يحصل ده في أولادتي فإذا مات قبل البلوغ مات على هذا الميثاق أما إذا عاش لابد من الإقرار بالميثاق الثاني ولا ينفعه الإقرار بالميثاق الأول ينفعهوش إذا بلد يبقى الفطرة هنا اللي هي الميثاق الذي أخذ أما بعد كده بعد ما يبلغ الحلم أصبح مكلفا بالنظر في الأدلة العقلية من أجل الوصول إلى المعرفة التي إيه بيّن الحق في الآية أنه في غفلة عنها وأنه لا يذكرها وليس في دراية بشيء أن تقولوا إيه إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا جرية من بعدهم أو تقولوا إيه يوم القيامة إننا كنا عن هذا غاتلي هذا أمر لا تدركه وقد نسيته فكيف تسأل وتحاسب عليه يبقى إذن ما فيش تعارض بين الحديث الشريف وبين الأقوال الستة فالمراد بالإسلام في الحديث اللي هو إيه إنه الإقرار الإقرار اللي هو كان في وليس الإسلام اللي هو بالإيه بالمعنى الاصطلاحي اللي هو الأركان الخمسة فلا مولود يعرفها من الجن ولا من الإنس لا يولد عليها هل رأيتم مولودا نطق بالشهادتين أو يعرف أركان الإسلام الخمسة أو يعرف الصلاة والسيام حتى يكون وولد على الإسلام يبقى المراد بالإسلام الإقرار أو الميثاق الأول وليس المعنى له المصطلح عليه الأركان الخمسة ومن هنا جاءت الإشكالية يا الله قوله ووصفتها بالقاطعة نفسه كشف معناها يجب أن نصفت ستة وثلاثين ستة وثلاثين ووصفتها بالقاطعة عند قوله فلذا قلت من البراهين ووصفت القاطعة ماشي ماشي إحنا خلاص خلصنا له والمراد بالتصفح لقاها قوله وصفتها بالقاطعة لأن القاطعة معناها المقطوع بها حزب حزب وإيصاد نعم والوغام هو القياس الذي مقدماته مقطوع ومجزوم بها قوله لتدخل أي فالباعث على ذكر الأدلة التي هي عامة دخول الأدلة النقلية اه يعني هو لما ذكر الادلة والادلة عامة يعني ممكن يكون مراد بها الدليل العقلي او الدليل الايه النقلي فهذا هو الباعث على ذكر الادلة يعني بعد البرهين عشان يدخل فيها الادلة الايه النقلية لان البرهان او البرهين لا تكون الا عقلية قوله فيما تقبل اي في العقائد التي تقبل الادلة النقلية فيها وحنا عرفنا العقائد التي تقبل فيها الادلة النقلية التي لا تتوقف عليها المعجزة فقوله من العطائر بيان لما وقوله تقبل صلة او صفة جرت على غير منهينا فكان الواجب الابراث ها يعني جرت على غير ما على غير منهي لهم يعني لما قال ايه لتنقل في ذلك المدلة النقلية فيما تقبل فيه يعني فيما تقبل راجع على ايه يعني يرى الضمير في كان ما تقبل راجع على الادلة بس هي مش فيما تقبل الادلة النقلية كان المطلوب الضمير يقعد على ما على الاسم الموصول فترك الموصول وعاد على الادلة النقلية وعاد على فكان يجب ان يبرز ويقول فيما تقبل هي اي الادلة النقلية فيه ايه قوله من العقائد بيان لما وقوله تقبل صلة أو صفة جرت على غير من هي له قوله هو ذلك أي العقائد التي تقبل الأدلة النقلية فيها قوله كل ما أي كل عقيدة قوله كنفي النقائص أي التي يكون نفيها بالدليل النقلي هذا إنه مش كل النقائص نفيها بالدليل النقلي وإنما في نقائص نفيها بالدليل العقلي وجاء جاء النقائص التي يكون نفيها بالدليل النقلي لديه الصمم والبكم والعمى لأن أضادها من السمع والبصر والكلام إنما ثبثت بالدليل النقلي فلا يرد يعني على إيه على فول كنفي النقائص كنفي النقائص فلا يرد أن من جملة النقائص العجز والجهل وهذه نفي ذلك فتوقف المعجزة عليه خلاص كده يعني ولذلك لما يرد كنفي النقائص رح نرد كنفي النقائص المراد بها التي يكون نكوها بالدليل النقلي لأن أضادها من السمع والبصر والكلام إنما ثبثت بالدليل النقلي فلا يرد أي على ذلك أن من جملة النقائص العجز والجهل ونفي ذلك فتوقف المعجزة عليه لأن نفي العجز بالقدرة ونفي الجهل بالعلم والمعجزة تتوقف عليهما يعني على إيه على القدرة وعلى العلم ولو قال ولو قال الشارح بدل قوله كنفي النقائص كثبوت السمع والبصر والكلام لتان أظهر وأنسب بقوله بعده وتبوت الوحدان آه يريد بدل ما كان يقول كنفي النقائص كان يشير كلمة نفي قولك كثبوت السمع والبصر والكلام كان كده ماشي إيه قال إنه بعده ألبه ثبوت الوحدان لا هذا ثبوت الوحدان قال إنه حيعطف نفي قال لي ثبوت الوحدان قوله على رأيه أي قول من يقول إنها ثبثت له بالدليل النقلي والمعتمد أن ثبوت الوحدانية المعتمد في دليلها أن دليل الوحدانية دليل عقلي قوله من الحشر أي من وقوعه أما جواب وقوعه فدليله العقل يعني مثلا لما قال من الحشر هناك إيه آه وقوع وقوع الحشر كونه يقع ده دليله إيه سمعي إنما جواز الوقوع دليله عقلي إذن فنجيش واحد يقول السمعيات دي السمعيات ملهاش مجال للعقل مجال العقل فيها إيه أنه يقول بجوازها يعني لا يحكم فيها بنفي ولا بإثبات وإنما يقول بجوازها يعني ممكن إنما كونها واقع أو غير واقع لابد من الدليل السمعي يبقى إذن العقل له دخل في السمعيات لأن العقل لو لم يحكم بجوازها الدليل النقلي مش هينفع يعني فرد العقل قال باستحالتها يبقى إيه طايتك النقلي مالوش لازم فلولا أن العقل يحكم بجوازها لا يقبل فيها الدليل النقلي يبقى فيه من الدليل النقلي في وقوع الحشر يعني في حشر ولا مفيش إنما هل يمكن إن يكون بأهداء دليل عقلي ده هناك فرق بين الإمكان وبين الوقوع نعم يعني الوقوع ده أما جواز الوقوع اللي هو الإمكان ده دليله إيه؟ عقلي ماش مظبوط أنت في القوية نعم ولا أبشر قوله من الحشر أي من وقوعه أما جواز وقوعه فذليله العقل وكذا يقال في النشر وهذا بيان للعقل يعني وكذا في النشر وكذا في الجنة والنار والحساب والحور العين كل ده إيه؟ دليل الوقوع لازم يكون نقلي أما جواز الوقوع عقلي قوله إشارة 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 ووفقها بالسطوع إشارة يعني من أجل الإشارة فيه إيماء إلى أن دلالة الوصف المذكور على القوية بدليل إيه؟ وإلا ما كانش قال إشارة لو كان فيه مطابقة أو تضمن إذا معناه إيه طالة ما قال إشارة يعني بطريق الاستلزام لأن السطوع معناه الارتفاء ويلزمه الظهور وظهور الدليل مرجعه لكونه قاطعا معناه What's it? معناه يقول أن متعلق أن يقال ما كان لديناه بين المطقة غير وجرق أن يقال ما بينما أن يتعرف أن يتعرف أن يتعرف ماذا، المتعلق أن يتعرف ألاً اذا كانتص shelter عليكم تطول أن ذكت pacrire تم organized معناه المسأة ما أنه تعترف الأح��분 ل мал kaç مش سن 3000 اي بس الخط اي متعلق اي متعلق او اي لمتعلق ماشي ان يقال يعني ممكن تكون دي الام ممكن يكون حاية اي لمتعلق اي ماشي وممكن تكون ده حاية كده شبه مشبه اي بادل القطعية المحوج للمجاز اي يعني قوله من البراهين العقلية بدل القطعية لان كلمة القطعية حيحوجنا الى مجاز يعني القطعية المقبوعة بها مش كده وفيه يعني في ده الكلام ده في وصف البراهين بالقطعية مش حينفع قالت لان البرهين لا تكون الا عقلية البرهين العقلية فلا حاجة لذكر قوله العقلية وهل في برهان مش عقلي الدليل في عقل وفي نقل اما البرهان لا يكون الا عقلية وفيه ان البرهين لا تكون الا عقلية فلا حاجة لذكر قوله العقلية فقد فر من شيء ووقع في شيء اعظم هل يقول لك فرّة من مضرق لا يقول لك فرّة من القطر المضرق وقع في الميزاق ماذا كده؟ لأن واحد يفر من المضر راح وقع في الترعة مثلا لما خليك في المضر أحسن والوصف بالسطوع تمام فيه تجاوز عشان قلنا فيه المجال إطلاق السطوع على القطع وما ذكر من اشتراط القطع إنما هو في العقائد وما يرجع اليها أما غير ذلك فيه فروع في العقائد كيف يتعزاج القطع السؤال هل هو سؤال واحد ولا حيتكرر والميزان هل موضون الأعمال هل موضون الجسم هل موضون الكتب هذا يكتفى فيه بالأدلة الظنية إنما الأدلة القضعية في أصول العقائد ذي الوحدانية ذي إثبات الحشر إثبات الجنة النار ده كله إيه هذلة إيه قطعية ما ينفعش الظن إنما مسألة عذاب الطب مسألة الميزان من اللي حيوزنه وهذا الميزان واحد ولا متعدد فهناك فروع في العقائد اكتفى فيها بالأحاد أو بالدليل الظني ما لم يقع التعبد فيه بالقضع إلا إذا كان في شيء كده تعبدا الله تعالى به إن نؤمن به على جهة القضع فهذا لا يكتفى فيه يعني إذا الأحاد أو الظنيات تدخل في العقائد بس في إيه في الكيفيات هذي المرور على الصراط نؤمنين بالصراط وحنمر عليه لكن كيفية المرور ده هيدخل فيها الأدلة إيه الظنيين في ميزان من اللي حيتوزن أنت ولا الصحائف الكتب ولا الأعمال طب والميزان كل واحد ليه ميزان ولا ميزان عام من الكل هذا يكتفى فيه بالإيه؟ بالظن إنما أصل أصول عقائد لا؟ واضحة لمشواضح قوله والقواطع السمعية فيه أن القواطع جمع قاطعة بمعنى مقطوع بها فالتجوز الذي فر منه في قوله البراهين القطعية قد وقع فيه في قوله والقواطع لأنها بمعنى المقطوع بها قوله أبيض لأن ما في المتن ليس فيه تصريح بالقطع في الدليل النقلي وإنما فيه إشارة لذلك من قوله ساطعة آه يعني هو لو جابها الدليل النقلي مخوش تصريح إنما أُقِد من الإشارة في قوله ساطعة ليه؟ إذًا أطلق السطوع وأراد به القطع قوله أبيض لأن ما في المتن ليس فيه تصريح بالقطع بالدليل النقلي إنما فيه إشارة لذلك من قوله ساطعة وقوله وأحسن لأن في عطل العام على الخاص شبه تكرار يعني كأنه بيكرد لو قال في الأول إذا ما فيش عطف لأنه عطف عام على خاص والعام ده مذكور فيه ضمن الخاص وده كأنه مش تكرار شبه تكرار يعني كأنه ذكروا مرتين مرة في ضمن العام ومرة ذكروا إيه؟ واحده قوله هو أحسن لأن في عطل العام على الخاص شبه تكرار وما سلم من ذلك أحسن وما سلم من شبه التكرار كان أحسن وهذان الوجهان للأبيانية والأحسنية بالنظر للطرف الثاني وهو القواطع السمعية وأما وجهه ما بالنظر للطرف الأول وهو البراهيم العقلية وهو المقابلة لأن العقلية مقابلة وأخير papier م وتحرير والح имеет وم تحرير ولكن الجمكة �로 العقلية وتحرير فالتجاوز الذي يفر منه في الوراين فين التجاوز؟ لما وقتها فيه بالسطوع ده فيه ايه تجاوز؟ لانه اطلق السطوع على القطر وبعدها اشكرت انه يكون القطع في العقائد وفي العقائد اخرى تثبت بالدليل اللي هو السمع النقوي وبعدها رح رجع ثاني قال ايه؟ قال ايه لان ما في المثل لا ما في المثل ده هنا كلمة ابيان لا الاول كلمة ابيان لان ما في المثل ليس فيه تصريح للقطع بالنسبة للدليل النقوي بس اخذ من العطف اخذ من العطف ايه؟ ده خلاص هنا نكلمة صادق ابي الشيخ ماي لما يتكلم على انه هل وصف الدليل النقلي بالقطع؟ لا انما اخذ من الايه؟ من العطف على الدليل العقلي فلاص كده؟ وقلنا عطف ايه؟ عام على الخاص قلنا ده في ايه؟ تكرار نعم فلو قال البراهين العقلية والقواطع السمعية يبا كده ايه؟ ده كان احسن من ايه؟ لانه ايه وجه الابينية الابينية لانه ما فيوش تصريح في النقلي بانه ايه؟ طبيع وجه الاحسنية بالنظر للطرف الثاني لانه البراهين العقلية ايه اللي حيقابلها؟ يبقى هنا خدنا القواطع السمعية واما وجههما بالنظر للطرف الاول هو البرهين العقلية فهو المقابلة لانه العقلية تقابلها السمعية يبقى الابينية جاد فين؟ في العطف؟ يعني كان كده فصل ده عنده ده هو اخذ الثاني من مسألة المقابلة لانه لما يقول العقلية ايه اللي حتقابلها؟ السمعية 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 هو النقلة ما هي؟ السمعية هي النقلة فهمتوا كده؟ قوله تقييم لما اطلق في الارشاد قيل ايه؟ قال لا يعترض على من اطلق للعلم لان الحاصل لا يطلب تحصيله وانما يطلب هنا الثبات عليه طب يبقى هنا ايه خذ بالك إلا ان يكون حصل له العلم حصل له العلم قبل ايه؟ قبل البرهان العلم موجود البرهان هيعمل ايه؟ مش هيؤدي الى التحصيل لانه موجود وانما عرضين يثبت على كده زي ايه الذين امنوا امنوا هنا المطلوب هنا مش الايه؟ مش التحصيل وانما التبات يعني الدوام عليه يعني عرفت ايه؟ فالذب الذب يبقى افادنا ايه هنا؟ افادنا التبات وليس الايه؟ التحصيل صغير قوله ولا يرجى قوله ولا يرجى تخصيل تخصيل البرهان التخصيل وكفين على العشة على الازان وبعدين ايه؟ بالله الحمام والرحم الله بارهان فنرحبك الشيخ اشفر النزع لراحل يقوله اللهم اهديك الحلو الله جميل الدعاء بالهداية فروح يقول ايه فإن كان قل سبق في علمك أنه من الذين لا يهتدون فأنزل عليه صاحبك اووو شو هاي الجهز اصبر ايش عليها اصبر اصبر كم؟ اصبر كم؟ سبعة وثلاثين اه يالله مش اتمنى فوزا ربنا نريعنا من الكاميرات شا نتكرلم برعيم اه اه اللهم يرضى لعقائده حرفة التقليل فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين وَلَا يَرْضَ 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 يَرْضَ وَلَا يَرْضَ وَلَا يَرْضَ فَلَا يَرْضَ وعصمت دمك وعصمت مالك فإنها في الآخرة خلاص في الدنيا لا يوجد مشكلة غير مخلصة عند كثير من المحققين الحاشية الحاشية فاعله ضمير يعود على البال فاعله ضميره نعم يعود على البال يعني فاعله ضميره أصل الفاعل ولا يرضى نعم الضمير المستتر في الفاعل هو اللي يعود على مين؟ على البالة والله أدخن على أن يعمل فكرة أن يعمل فكرة تصدق كام ترجع نعم ترجع أدخن 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 أربعة عشر لحد سبعة وثلاثين ده كله إيه؟ جمل معترضة دولة مستفلة دولة مستفلة شوف كده صابق أربعة عشر الصابق أبداع أن أول الصابق أبداع أن أول ما يجب قبل كل شيء على من بلغ أن يعمل فكره فيما يوصله إلى العلم بمعبوده من البراهين القاضعة والأدلة الساطعة إلا أن يكون حصل له العلم بذلك قبل اللغفة يشتغل بعده بالأم فالأم ولا يرضى شوف كام كلمة أو كام جملة أو كام صفحة أو كام صفحة أو كام صفر معترض حشوك طالت المعقوفات جدا جدا حتى نسي الإنسان نفسه وَلَا تكونُ فَالَّذِينَ نَسُوا الْلَهَا فَانْسَاءَ مَوْرُونَ هو ده شرح وديه فصل بالشرح وَلَا يَرْضَ لَعْقَائِذِهِ حِرْفَةَ التَّقْلِيدِ فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير عند كثير يعني عند قليل مخلصة إن شاء الله وإحنا مع القليل والقليل ربنا يخلي كثير إن شاء الله قوله ولا يرضى فاعله الضمير هو يعود على البال فاعله يعني فاعل يرضى اللي هو المكلف كده فاعله يعني الفاعل له ضمير مستثل يعني ولا يرضى المكلف هو مزال قوله ولا يرضى فاعله الضمير وهو يعود على البال وهو عظم على أن يعمل فكرة أي ويجب عليه أن لا يرضى أي وجوب أصول الدين فلا يكتفي بالتقليل أي وجوب أصول أصول الدين يعني يجب عليه هذا الوجوب وجوب أصول الدين وليس وجوب الفروع فلو كان وجوب فروع لكان آثما بتركه أما إذا كان وجوب أصول يكفر بتركه يعني إذا تركت أصلا هو واجب عليه أصلا من أصول الدين فتكفر مش تأثم أما إذا تركت ما هو من الفروع فتكون آثما فتكون إذا لمن الآثما خلاص؟ لأن الوجوب وجوب فروع أن هنا وجوب أصول يعني لا يكتفى بالتقليل يعني مش حينفر مش كافي في الخلاص في الآخرة يبقى معناها أنت من الهالكي خلاص؟ خبر لفظا إن شاء معنى أي إنه ينهى عن ذلك آه ويحتمل أنه اللوي ولا يرضى لعقائده ده كلام جديد كلام استئناف جديد خبر لفظا يعني في اللفظه ولا يرضى خبر إن شاء معنى يعني ينهى أن يكون راضيا في عقيدته بإيه بالتقليل وشوف عجاب كلمة التقليد بطريقة تنفر منها الطباعة فقال حرفة حرفة يعني أطلق على التقليد حرفة لحسة مرتبة صاحبين يعني قال حرفة للتقليد يعني كأنه جماعة المقلطين دولة أصحاب حرفة مش علماء صنيعيين يعني ليسوا أساعد ذلك حرفة ليه؟ يعني سمت تقليد حرفة لخسة مرتبة صاحبين لأن الخسة شأن الحرفة أي الصنعة غالبا ما هو الصنعة إباية مرمضة أعمل دياسة وده أكفر الحط جلد هنا أشد هو ده إيه؟ نوع من الخسة بس خسة محمودة عشان قوله فإنها علة لقوله ولا يرضى فإنها لحرفة التقليد غير مخلصة غير مخلصة فإنها علة لقوله ولا يرضى قوله في الآخرة أي لا في الدنيا لأنه في الدنيا إيه؟ ينفع كده؟ نعم في الدنيا سنقولك أنت مقلد بل وش مقلد سننمسك في الصف الأول الجماعة اللي هم يعبدون الله ويصلون عن معرفة في الصف الأول الجماعة المقلدين ورق أصحاب المعارض كده المساجد كلها مقلدة بما فيهم الإمام صلى الله عليه وسلم قال الشرق ورحمه الله يعلم أن الحكم الحادثة ينشأ عن أمور الخمسة الحكم الحادثة ينشأ عن كام أمر خمسة علم وإعتقاد وظن شك ووهد ولكن هنا قال الحكم وقياده بالحادثة ليخرج به القديم فإن القديم ليس ناشئا عن واحد من الخمسة بل ليس ناشئا أخلا القديم ما ينشأش عن شيء اللي ينشأ ذا ليه الحادثة ولذلك قال ايه اعلم أن الحكم الحادثة ينشأ عن أمور الخمسة يعني الحكم ينشأ عن علم علم الولاقين اعتقاد وظن شك ووهد أن الحاكم بأمر على أمر طبعا الحكم كبوت أمر أو نفيا ثبوتا أو نفيا إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم كذيرا دا العلم أو لا والأول إما أن يكون لسبب وأعني به إما ضرورة أو برهانا أو لا وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله أو مرجوحا أو مساويا فأقسام الجزم إثنان وأقسام غير الجزم ثلاثة إذن فالأقسام كلها إيه خمسة ويسمى الأول من قسمي الجزم علما ومعرفة لماذا قال علما ومعرفة على أنهما أي العلم والمعرفة متراذفا فقال إيه علما ومعرفة يعني بناء على إيه على تراذبهما لكن لو كان العلم غير المعرفة سيقول إيه علما فضلا علما فضلا ويقينا ويسمى علما ومعرفة ويقينا والثاني يسمى اعتقادا ويسمى الأول من أقسام غير الجزم ظنما والثاني وهما والثالث شكا إذا عرفت هذا فالإيمان إن حصل عن أقسام غير الجزم الثلاثة لهم إيه الظن والوزن بسرعة جاوب متعود وإلا حتوق شاك الظن والشك والوهد فالإيمان إذا مشى عن واحد من الثلاثة فالإجماع على بطلانه تلتيب حب جدا وإن حصل عن القسم الأول من قسمين الجزم هو العلم فالإجماع على صحته إذا مباقي الإيه القسم الثاني هو الاعتقاد فانقسموا قسمين مضابق لما في نفس الأمر ويسمى الاعتقاد الصحيح كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين وغير مضابق ويسمى الاعتقاد الفاسد أو الجهل المركب كاعتقاد من؟ الكافرين فالفاسد أجمعه على كفر صاحبه أنه آتب غير معذور مخلط في النار اجتهد أو قلب حتى لو اجتهد لا ينفعه اجتهد فأخطأ أو فأصاب في الخطأ ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدع واختلف في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد إن المشكلة هنا فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري والأستاذ مين الأستاذ ذا؟ والقاضي الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية وهو الحق الذي لا شك فيه وقد حكى غير واحد الإجماع عليه وكأنه لم يعتد شوف يجعل الكلاف لمين؟ للحشوية أو الحشوية لا تنفع كده وتنفع كده لقلنا الحشوية بنسبة إلى الحشو يعني اللغة والحشوية نسبة إلى الحشا ردوا هؤلاء إلى حشا الحلق وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر يعني الظاهرية إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه يعني أقول لك ممكن أن تكون صاحب عالم بس ليس علم متين أو لانعقاد إجماع السلف قبله على ضده وحصل وحصل ابن عرفة في المقلب ثلاثة أقوال الأول أنه مؤمن غير عاصي بترك النظر الثاني أنه مؤمن لكنه عاصي انترك النظر مع القدرة الثالث أنه الكافر ونصه في شامله الشامل بدعمه ابن عرف ابن عرف الذي حاذى به طوالع البيضاوي التقليد اعتقاد جاد لقول غير معصوم أو لقول غير معصوم فيخرج اعتقاد قول الرسول والإجماع ومعرفة مذنور الشهادتين والمعاد والفتنة إما بدليل معجوز عن تقريره وحل شبعه أو تفصيل مقدور عليهما فيه ففيه إيمان للتقليد فيهما فيهما بشيه؟ فيهما لا معص لا معص يعني بترك نظره إن قدر أو معه ثالثها إلا القول الثالث هو كافر لنقل المقترح ما عز الدين والآمني محتجين بأن أكثر من دخل الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية ولا هاتون كان يعرف حين من الرب وحكم صلى الله عليه وسلم قلنا طبعا ده مش حيغني في الرد ده لأنه ده على الأمور الدنيا خلاص حكم بإسلامه يعني في الدنيا ولم يحكم بنجاة في الآخرة ونقل الآمد عن بعض المتكلمين وأبي هاشم مع مقتضى قول الفهر اكتفاءه صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادة إنما هو في الأحكام الظاهرة لا في ما ينجي أو ينجي من القلود في الله وقول الشامل يعني الكلام اللي في الشامل من مات بعد مضيء ما يسع نظر وتركه اختيارا كافر وإن مات وتركه يعني ترك ايه؟ النظر ما يسع نظر وترك وترك النظر اختيارا كافر وإن مات قبل مضيء ما يسع ذلك مع تركه النظر اختيارا فيما أدرك منه قول القاضي عن قولين ولا ايه؟ قولين قول القاضي الأصح كفره بعد قوله يمكن ألا يكفر كده تصليه المتن أما الشرح طبعا يعني المتن اللي قرعنا هذا فإن ذا الشرح بتاعه في المرة قادمة إن شاء الله اللي حلد أبنين في الشيخ ماني الأول سبعة وثلاثين فين فالشارحة سيئة لهم قائمة قائمة تحيج جميلة قائمة اعلن أن الحكم الحادث يمشى عن ايه؟ عن أمور خمسة لأبطاء العلمي قاد وظنه الشهر والوحن والناص العالم قائمة حلاثين في حد معا شيء ما حد شفوانا نصيحة لله تعالى ما تتسرعوش فيه الهدود على الناس أو القط إنه معظم ما ينشر في الزفت بك ده أو الشيس بك ده والنب معظم مكبب وضلال وفيه كمان بعد رجلة فيديو صوته برضو صوته صورة شيء من الضلال أعلى وأكبر إنه يستطيع الآن يقلد أو يحاكي الأصوات أو يستطيع أن يلذج فلا تسبوا العلماء ولا تضعوا فيه مهما كان أو حتى ممتسبين إلى العلم بسبب ما يعني اليوتيوب هذا ما ينشر بالمقادر إنه فيه قص فيها فضرك وفيها لال وفيها تزوير وقد جربنا ذلك على جهة القطر إلى المرهان القابضة فوجدناه ورجعنا إلى الشيخ فسألناهم فتبرأوا من ذلك فحسبنا الله ألم فيه فضعت الأخوات جايبة ورقة بدقول عنه واحد معين إنه بيقول الجرس بتاع الكنيسة أفضل من الأدام أو مش عارب فيه كلام كده يعني لا ينبغي أن يقال شكرا ورقة معك شكرا الحمد لله يوجد منفحش يحكى كلام عن عالم أو عن أحد إلا إذا سمعته بنفسك السياق معين لا يحل لك يحرم مجرد نقله لأنه إشاعل بالمنطر وإشاعل الفتنة فإن لم يكن يعني الكلام الصحيح على جهة القطع والثبوت لا تنقل فتكون من الآذين بمجرد النقل فما بالك لو أنت اعتقدت أو رديت أو أثبتت وبدأت كمان ترد عليه وفرعت عليه هذا الضلال والحفل معين شخصين في بعض الهناس رحمة اتكلمنا الله في فضل النبي سلام وفي الأخلاق المؤمنين وفي التسكة ولم نتطرر إلى السياسة بكلمة واحدة والكلام مصجل للصد وصدنا عمر الله عبدالنسجيل ولا مختفظ بفديو ولا بأي شيء من الأجل ما عندي أي شيء مما سجل في الأجل ولا في غيره ولا أحب أن أسمع ما قلت مره حتى لا أنزل يعني لو أنت سمعتني خبه لأنا أو حديث لا أرضى وذلك حصحح تلال سجلت ورثان حرجع من الناس مش هتذكر رجوع هتذكروا ليه الكلام فالتسجيل ده من الفتن من الفتن صحيح في مقصد حسن وهو إن الإنسان يذاكر وإنه يحصل ربكم لا سعلاء لكن والله كل كلام فارغ وأنا جردت ذلك حتى في مطون التجيب لو كان حريصا لحفظها وتلطاها إنما يسجلها يصورها كل كلام ذا لا ينفع بيعمل إيه هو الشيطان يقول له تيم سجل إنك وبصور الصورة والشيخ بيجيبك شك لك حية تانية وسيجل حية دي خليها محفظة بعد وقت ينساها ولا أرجع إليها قبل يعني هم خليها عنده احتياط طالما إيه الإنسان ملكها وحس إنها هي في حوزته حيهملها إنما لو كان عارف ما فيش تسجيل وما فيش فلاشة وما فيش ملك حيضر إيه ها يحافظ ويحضر وينتبك إنما هو بيقولك لا وكثير من الناس يأترك الدرس يقولك أنا أسمع من أنزل ومش عارف من الموقع وأجيبه ومش عارف من مينه ده مش حنفع خلاص بركة العلم وفيه في الحضور وفيه المعايشة وفيه أن تجلس مع المشاهد وأن تأخذ منهم هذا إنما لا يمكن مرة أنا كنت قلت كان لسه دمان جديد حكيت السيديهات والأشرب كانت الأول أشربة كاسد فسجيل فقلت أنا أجيب مثلا الشاطبية أو أجيب حتى ختم القرآنيه وأسمع فالمشاعر قالوا لا بقولهم ليه إنما هو نفس الشيخ ونفس الصوت قالوا أفرض أنت أخطأت حيخرج الشيخ من الشريط يردك أنت لما الشيخ بينظر إلى شفتيك ويسمع منك ويراقب إنما الشريط حياملك لو كفرت الشريط مش ملوش دخلين ولا حيارت عنك أي حد فزين من فتن الشيخ فالمهم الغرض محدش ياخد معلوماتهم من الجهاز ده الخبيثة أو من التقنية العالية لازم يكون مباشرة وعرفت ده السيادة إذا كان قلت لك حصل معي في بعض المفلاد ونقضوا عبارة مشهورة ومنشورة إنو فلان ده عميد مش عارفين يقول على السيسي ده شعفين ده اللي عارضه ملعون أو مطلع وهذا كلام لم يأخذ ولا قلته ولا أعرفه ولم يذكر من قريبه والحمد لله ما فيش لفيده ده مجرد ايه كلام من صورة حتى الصورة ملفة محطوبة مش عارف ورق دورة المية مش عارف ورق مش موجي حطين صورة على حاجة غريبة لكن ما فيش الحمد لله ما فيش صورة يعني ايه عصم الله تعالى من ايه القائل ألقى الشيطان في أخمام مش موجود فكلام ايه فارغ مثل يعني ها فالناس كلها قلت لك لما تردش ليه أنا اكتفيت بالرد بحاجة واحد فقط وضعت بالصفحة كده وأنا ما عنديش صفحة لواحد كده قائم عليها كده من المفتونين أيضا أنا ملاش تقلي بها ولا أعرف عنها أي حاجة كل اللي عملتوا ايه قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم هنا بينك فتبينوا بس فقط أن تصيبوا قوما بجهالة فتسمحوا على ما فعلتهم ولم أرد بكلمة ولا أي شيء ولا وجدت في الصفحة غير حكم ابن عضاء الله فاتقوا الله لعلكم فخاصة ايه ده يشاع وينقل في الأذر الشريف أو في أوساط ضلبة الألم فلان قال فلان مش عرف كذا فلان كذا إن سمعت ورأيت فلا تكون من أهل العلم مش أي واحد يسمع ينقل ممكن تنقل كلام ربا حامل فقه ليس بفقية ربا حامل فقه من هو أفطم ربا مبلغ أو عمس كنا حد تنقل كلام وتفهمه بمذاجك لا فما تنقلش أصلا من اللي كلفك بالنقل حاول كيف ما فهمتش اسكت اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وعلى آله آمين